على نفقتهم الخاصة يبدل هؤلاء السكان جهودا مضاعفة للتخلص من عناء السفر والتنقل بين قرى المنطقة حيث يعمل أهالي قرى منطقة مريس بمحافظة الضالع على مضاعفة جهودهم لإصلاح خطوط السير ورصفها نشكر كل من الداعمين لهذا المشاريع الخيرية وندعو جميع القرى إلى إنجاز هذا المشاريع لتسهيل الطريق هنا في طريق الغويل قرى وفدان وبعض الطرق الثرعية الأخرى التي تربط أكثر القرى في المنطقة ببعضها تم رصف هذه المساحات على نفقة أهالي المنطقة وبعض المغتربين لجأ المواطنون لإصلاح مشاريعهم بأنفسهم بتعاونهم بتعاون الخيرين بتعاون المغتربين بتعاون جميع الأهالي لإنجاح هذا المشروع استمرار هذه المبادرات الشعبية التطوعية في مناطق تشهد حربا على أطرافها مع ميليشيات الحوث والمخلوع الإنقلابية وأكدوا على مدى التماسك الذي تتمتع به هذه القرى بين أبناء المنطقة والتكاتف من أجل الحفاظ على المصالح العامة وفي مقدمتها الطريق الرئيسية والفرعية أيضا برغم غياب الدولة وغياب المشاريع إلا أن رجال الخير من المواطنين قاموا بهم مهمة الدولة لذلك نشكرهم ونقول لهم كتب الله لكم العجر وإن شاء الله تكون بادرة طيبة ويتفاعل بقية المناطق قرى مريس لعمل الخير كرصف الطرق وغيرهم من أعمال الخير تغيب السلطة المحلية عن تقديم أي دور يذكر في توفير الخدمات الضرورية للمواطن الأمر الذي يعود إلى أسباب عدة أبرزها بحسب مسؤولين عدم اعتماد موازنة تشغيلية للمحافظة منذ تحريرها من قبضة الإنقلابيين قبل نحو عامين هكذا أعتاد الأهالي هنا لإعجماد على أنفسهم في تحسين ظروف حياتهم فهذه ليست المرة الأولى التي يساهمون في إنشاء مشاريع خدمية كهذه الطريق يستفيد منها أبناء المنطقة والمناطق المجاورة محمد لموريسي قناة بلقيس محافظة الظالع